وسط ظروف استثنائية ناتجة عن تداعيات فيروس كورونا انطلقت في مدارس المملكة الأربعاء الماضي امتحانات الشهادة الثانوية العامة بمشاركة نحو 178 ألف طالب وطالبة وقد دعت وزارة التربية والتعليم الطلبة المتقدمين للامتحان الذي يستمر حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري التواجد عند القاعات قبل ساعة من بدء الامتحان لفحص درجة حرارة كل طالب قبل دخوله للقاعة مبينة أن أي طالب تظهر عليه أعراض ارتفاع حرارة خلال تواجده في المدرسة سيقدم الامتحان في قاعة خاصة كما قامت الوزارة خلال الأيام الماضية بالإشراف على تعقيم قاعات الامتحان مع تجديدها على ضرورة التزام الطلبة بارتداء الكمامات والقفازات الطبية قبل الدخول إلى القاعات